كمان في حالة غضب مش عارف ليه بس يعني هقول لكم الخبر حالة غضب داخل اتحاد الكرة بين الموظفين اللي موجودين في الاتحاد الجيان وخلافه يعني بسبب حصول الاتحاد على تسع دعوات فقط لحضور مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك المباراة اللي هتقام يوم 28 اكتوبر الجاري بإذن الله في الامارات ازعل انه تسع بس يا دوبك اعضاء مجلس الادارة هم اللي هيسافروا بالكامل دون اي من موظف الاتحاد الاخرين اخر مباراة السوبر وقيمت فيه الامارات كان فيه 25 دعوة لاتحاد الكرة موظفين واعضاء مجلس الادارة وهم شايفينه العدد قليل جدا جماعة خلهم مباراة تنجح وخلهم امور تمشي كويس ان شاء الله يعني تبقى الدنيا لطيفة وما فيش دعوات يبقى نسافر احنا نسافر احنا يعني اللي ما يدرش ياخد دعوة يسافر هو على حساب ولو عايز يفرج على المباراة كده كده اللي احنا هنبقى محتاجين وسافر اللي هي راجل اللي بيشتغلي اما الناس اللي هيبقوا قاعدين على مقاعد الشرف من اتحاد المصري لقوة القدم والامور تبقى سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة اوما يشوفوا الناس كلها اوما يشوفوا سفرية ايه جري عايز سافر سرعة حقني عايز اخش في الموضوع على طول ماشي نكمل مع حضراتكم